أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ونرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بسر يوميذ للمجرمين ويقولون حجرا معجورا وقادلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يوميذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشنقق السماء بالغمام ينزل الملائكة تنزلا الملك يوميذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا ويومي عند الظالم على يديه يقول يا ليتني اتقلت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم اتخذ فلالا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادا وردت الله ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالعمل وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوده ملا جهنم أولئك شر مكانا واضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا ما هو أخاه هارون وزيرا فقل ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوحي لما كذبوا الرسولا وغرقناهم وجعلناهم للناس آيا وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرسول وقرونا بين ذلك كفيرا وكلا ضربنا له لمثالا كلا تنبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي امطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا كي يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آليتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين أرون الأعذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن كثرهم يسمعون أو ياقلون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو ياقلون إنهم إلا كالعنعام بل غمر سبيلا ألم تر إلى ربك كيف بد الدل ولو شاء لجلع له ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يديه رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنرحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا نعاما وعناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينكم ليذكرون فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تتعي الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرعج البحرين هذا عذب خرط وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برسق وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعه ولا ذره وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليك من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على العج الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماء وأنتمى الأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لكم اسجدوا للرحمن قالوا من الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادكم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجيلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عن عذاب جهنم إن عذابها كان غرما إنها سات مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثمام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهادا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله سيئات المحسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغم مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأوا بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون نزاما بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبينة لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محذث لا كانوا عنه معردين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستغزون أولم يروا إلى الأرض كممتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك من سالي تلقوم الظالمين قوم فرعون على التقود قال رب إني أخاف أن يكذبون ويذيق صدري ولا يغطلق لسالي فأرسل إلى هارون ولهما علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أنا رسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففرعت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وأجعلني من المنسلين وتلك نعمة تمنها علي أن أبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربك ورب أبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب ما بينهما إن كنتم تاقلون قال لئن اتخذت إله غيري لأجألنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء نبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي صعبان مبين ونسع يده فإذا هي بيضاء للماذرين قال للملق حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا ورجه واخاه وبعث بالمذاقين عاشرين يأتوك بكل سحر عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هلأتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم ذل من المقربين قال لكم موسى ألقوا ما أوتم ملقون فألقوا حبالكم وعصيكم قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا موسى عصاقوا فإذا هي تلقوا ما يأفكون فولغي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلا سوف تعلمون لأقطعن أيدياكم أرجلكم من خلاب ولو صلبنكم أجمعين قالوا داديرينا إلى ربنا مقلبون إنا نتمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أنسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشردمة قليلون وإنكم لنا لغائدون وإنا لجمعون حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريمة كذلك وأرخناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن ندرب بعصاك البحر فأوحينا إلى موسى أن ندرب بعصاك البحر فلقا فكان كل فرق كالطول العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى أما معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلو عليه النباء إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ويدرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرئتم ما كنتم تعبدون أنتم آباءكم الأقدمون فإنهم أدولي إلا رب العالمين الذي إن خلقني فهو يهدين والذي هو يطفع مني ويسقين وإذا مررت فهو يشفين والذي يمتني ثم يحين والذي أتمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربك أبني حكما وألحطني بالصالحين وجعل لي لسان صدقين في الآخرين وجعل لي من ورطة جنة نعيم واغفر لي بي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يباثون يوم لا يوفى مال ولا برون إلا منت الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لكم أينما كنتم تعبدون من دون الله لأنصرونكم ويأتصرون فكبكبوا فيها هم الغابون وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذن نسويكم من رب العالمين وما أظلنا إلا الوجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أننا لا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوكم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمير فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليك من أن إن جي إلا على ربي العالمين فاتقوا الله واطعون قالوا ونؤمن لك واتبعك الأرذلون قال أما علمي بما كانوا يعملون إن حسابكم الله على ربي لو تشعرون ما أنا بطارد المؤمنين إذا أنا إلا لذير مبين قالوا لئن لم تنتهيانوه لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحوا وجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب تعادل المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ولا تتقون إني إلكم رسول أمين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليه من أجري إلا على ربي العالمين أتبنون بكل ريع آية تابثون وتتخذون مصارع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني يخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعبت أم لم تكن من الواعدين إن هذا إلا خلق الأولين أما نحن بمعدبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم نخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم إذا جري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاكنا آمنين في جنة وعيون وزرع ونخل طلعها هديم وتنحطون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يسلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر من ثرنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال خادقين قتل لها شرب ولكم شرب أو من معلوم ولا تبسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا في نادهم فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك الآيخ ما كان أكثر لكم مؤمنين ربك لكم والعزيز الرحيم كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لكم أخوكم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وعطيهون وما أسألكم عليك من أجل إن أجري إلا على ربي العالمين أتتركون فيما ها هنا آمنين وما أسألكم عليك من أجل إن أجري إلا على ربي العالمين أتأثون الذكران من العالمين وتترون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لإن لم تنتخي يا لوت لتكون من المخرجين قال إني ليعملكم من القال رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر الموذرين إن في ذلك لآيهما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبا أصحاب ليك للمرسلين إذا قال لكم سعيبا لا تتقون إني لكم رسول أمير فاتقوا الله وعطيهون وما أسألكم عليك من أجري إلا على ربي العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصص المستقيمة ولا تبخسوا الناس أشياءكم ولا تعطوا في الهد مفسدين واتقوا الذي خلقكم الجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثرنا وإن ذلك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوهم فأخذكم عذاب يوم الدل إنه كان عذاب يوم عظيم إن في إيذانك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنك لتنزل رب العالمين نزل بك الروح الأمين على قلبك لتكون من الموذرين برسال عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لكم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الآجمين فقراه عليهم إن كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يرؤون عذاب الأليم فيأتيهم بغضة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن موذرون أفبعذاب لا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنانهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها موذرون ذكرى وما كنا ظلمين وما تنزلت بك شياطين وما انبغي لهم وما يستطيعون إنهم أن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلى أن آخر فتكون من المعذبين وأهد العشيرتك الأقربين اخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تأملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نثيم يوقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل وعد يخيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وتصروا من بعد ما ظلمون وسيعلم الذين ظلموا أن يموقلبي ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبصرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤذون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لكم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لكم سوء لعذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست مارا سآتيكم منها بخبرنا وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تسطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار يمنحوا لها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهدزك أنها جان ولا مذبن ولم يحب يا موسى لا تخفني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدقي اليدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات لله فرعون قومك إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتكم آياتنا مبسرة قالوا هذا سحر النبين وجحدوا بها واستيقنتها عنفسهم ذلما وعلوا فأوذر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داودا سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ووارث سليمان داودا وقال يا أيها الناس علمنا مرطق الطير وأوطينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فكم يوسعون حتى إذا أتوا على وعد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ظاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أنا أشكر العيمتك التي أنمت علي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي أنا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو أعذب أنه عذابا شديدا أو لا أذب عنه ولا يأتيني بسلطان مبين فما كذا غير بعيد فقال أحدت بما لم تحد بك وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت مرأة تملككم وأوتيت من كل شيء ولها عرف عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزير لكم الشيطان وأمالكم فصدقهم على السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر يا صدقتان كنت من الكاذبين إذهب بكتابي هذا فألقيه لهم ثم تول عنهم فانظروا ماذا رجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأطولي مسلمين قالت يا أيها الملأ أفطوني في أمري ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأز شديد ولمر إليك فانظري ماذا تأمرون قالت إن الملوك إذا دخلوا قريتا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك ينفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناذرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قالت من دونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بيديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينكم بالجنود لا قبل لكم بها ولنخرجنكم منها أذلة وكم صاغرون قال يا إن كان الملوك إيكم يأتيني بعرشك قبل أن يأتوني مسلمين قال عفليت من الجن أنا آتيك بك قبل أن تقو من مقابك وإني عليك لقبي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك بك قبل أن يرتد إليك وترفق فلما رآه مستقر فلما رآه مستقر عيده قال هذا من فضل ربي ليبضواني أشكر مكفر ما شكر فإنما أشكر لنفسي ما كفر فإن ربي قلي كريم قال نكروا لها عن شكا ننظرت أهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرش قالتك أنه هو أوطين العلم من قبلها من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم الكافرين قيل لها دخل السرعة فلما رأتوا حزمته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرض من قوارين قالت ربي إني ذلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد رسلنا إلى ثموداقاكم الصالحان ولقد رسلنا إلى ثموداقاكم الصالحان أن يبهدوا الله فإذا كم فريقان يختزمون قال يا قوم لما تستعجرون بالسياد قبل الحزنة لولا قبل الحزنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبممات قال طائدكم يعيد الله بلأتم قاموا تفسدون وكان في المدينة اجتساط رهد يفسدون في الأرض ولا يسنحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهلك ثم للقولن لوديك ما شكدنا مهلك أهلك وإننا نصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكره مننا دمرناه وقومه مجمعين فتلك بيوتكم خابية من ما ظلموا إن في ذلك لا آية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وضوطا إذ قال لقومه يتأتون الفحجة وأنتم تبصرون أي منكم لتأتون الرجال سهوة منذون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آلات من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فانجيناه وأهله إلا موته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر الموذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما اشركون صدق الله العظيم